السلام و مرحبا بكم في قناة السلام سبارو اليوم رجعنا لكم في فيديو جديد و بطريقة تصوير جديدة الفيديو متاعنا اليوم باش نكون نحكيه على رحلة البحث عن بديل لدانيا الفيس يعني الظهير الايمن لنادي برشعونة في اخر عشرة سنوات نادي برشعونة منخاش معوض يلزم يعني لدانيا الفيس يعني كي منعرفوا دانيا الفيس اللي كان جاء لنادي برشعونة في 2008 وغادر من نادي برشعونة في 2016 وبعد يجابوا لاعب اخر اللي هو على اساس بيش يكون معوض يدانيا الفيس اللي هو جاء ل 2011 ومعطيه لكن كيف كيف غادر في نفس السنة اللي غادر فيها دانيا الفيس اللاعب رقم ثلاثة اللي هو دوغلاس اللاعب الانظام اللي نادي برشعونة في 2014 وبعد كيف كيف غادر من نادي برشعونة كيف كيف لناب معرفش ينجح في المركز اكايا وغادر في 2019 وهو حاليا يلعب مع نادي بيشكتاش تركي روبيرتو اللي ناسا كلنا عرفوه جماهير برشعونة يعني عملتها جلطة دماغية اللي يعني ابرز هدف عنده اللي هو كان امام نادي باري سان جرمان والريمونتادة المعروفة عند المساكل اللاعب اذين ضمن نادي برشعونة في 2010 هو حاليا مازا موجود في نادي برشعونة وكيف كيف جدد عفو لموسم اخر اضافي اللاعب رقم خامسة ليكس فيدال في اللاعب هذين يعني عالى وفي البداية متاعه وكان مو ميز ولكن يعني بعد عرف يعني افخيصات في المستوى لين ضمن نادي برشعونة في 2015 وغادر في 2018 كالأسف الشديد اللاعب هو حاليا نلعب عن نادي الاسباني اسبانيول اللي هو نعرفه اسبانيول وبرشعونة ديربي بين بعضهم اللاعب رقم ستة السيميدو انا بالنسبة لينا السيميدو اللاعب ومتاز برشع ويعني يعني وعجبني في المركز زكايا كالأسف ونعمش عليش غادر من نادي برشعونة انضم نادي برشعونة في 2017 قادمة من نادي بمفيكا ثم غادر في 2020 للدور الانجليزي للولفور هامتون الانجليزي الرقم سبع مانجويزا لينضم نادي برشعونة في 2020 وغادر في 2022 وحاليا نلعب في نادي سالتا فيغو اللاعب رقم ثمانية داست الامريكي حتى بالنسبة لي انا هذي ظهير ايمن ممتاز يمتاز بجودة عالية لكن لا نعلمش عليش من يعني بشي بدأ يندمج مع اللاعبين يدخل بعضهم ويعرفش لعب كم يلزم في برشعونة عرف في البداية تمتعو عرف نجار حباي ولكن يعني نعرف المدرب الهولندي كومان معرفش يوظفوا في المركز اللي يلزم يعني كان ساعات يطلعوا الهجوم تمنيت انه يقعد مع برشعونة ويتدرب مع تشافي اللاعب السابق كيف كيف هو المدرب الحالي اللاعب رقم ما تسعة يعني ايميرسون اللاعب البرازيلي للناس وكل ما فهمتش عليش غادر نادي برشعونة برشعونة انتثبته في الفين ويعني وتسعتاش ومبعد ذلك غادر اعارة لنادي ريال بيتيز وغادر يعني في الفين وواحد وعشرين لنادي توتن هام وانتقل نهائيا وانتهد قصة يعني ايميرسون عاد مرة اخرى دانيل الفيس في سن يعني انا عارف الثمانية وثلاثين سبعة وثلاثين وجده ثيقة فيه مرة اخرى معانه كبير في السن وبالحق يعني لعب ممتاز جدا حتى يعني في يعني هو سنه كبير ولكن حتى كرجاء البرشعونة قدم اداة غير عادي وممتاز جدا وبالحق انا تمنيت ويزيد موسم اخر ولكن في الاخير غادر من نادي برشعونة في الفين ويعني واثنين وعشرين وحاليا هو يستنى يعني يستنى يعني يستنى في الحكمة متاعه اللي هو غادر نادي مكسيكي وبعدي كما صاحش يعني نادي مكسيكي في سخ العقل متاعه وهو حاليا ينتظر في الحكم ناعف القضية يعني القضية لبالت عريف الاخر وامكانية سيتم يعني سجنه اللعب رقم احداش بيلريني الممتاز اللي كان مع نادي ارسولان لكن في الاخير كيفيف عرف انخفاض في مستواه ويعني ولعب يعني في عديد الفرقة برزا برشعونة يعني وأرسولان ولكن حاليا اللاعب يلعب في ريال بيتز جار برشعونة في 2022 وغادر في 2023 ناحية سبورتينج لشبونة ومن سبورتينج لشبونة رجع يعني ويلعب في بيتز لانو يعني بيتز يعني مرتيني رجالها ونعرفو حاليا ان شاء الله وبالحق يعني ان شاء الله يعني شاء الله يعني يقدم مستواه رائع برشعونة ونعرفو يعني شوفناه في المباراة الاخيرة كان سلو البرتوغالي لعب ممتاز وممتاز جدا بالحق اذا كان برشعونة ينتظر كان سلو انا وقلو يعني يعني خمس سنين قدام برشعونة تهنى على الظهير الايمن اللي هو كان سلو لعب ممتاز برشعونة برز في نادي السيتي في البدايات لكن يعني صارت مشكلة بينه بين غورتيولا وغادر نادي البايرن لاعب في عديد المحطات اليوفي فالانسيا بايرن بانفيكا في بيلي برشعونة حاليا مع نادي برشعونة لاعب مميز ومميز جدا بالحق نادي برشعونة اقوى ظهير ايمن قامت بانتدابه بعد داني الفس انا حبيت انشارككم كما قلت لكم عنوان الفيديو ورحلة البحث عن بديل داني الفس في ظهير الايمن في عشرة سنوات الاخيرة ما عرفش برشعونة معاوض لالباس البرازيليا المخضرم هكيا نكون اكمل الفيديو قبل ان نقص الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة ووضع جرس تنبيهات ولايكوات لايكوات الشباب ويلا ربي معاكم الى اللقاء ان شاء نتقابل فيديو جديد اشتركوا في القناة